تحية طيبة بالنسبة للعدد المسجلين في التسابق على كورونا فيروس فما كيش واحد لنخفاض كبير فهو متغير على حسب الأيام فبقي في الحدود اللي عرفناها وما ما أقل من بعض الأيام وأكثر من أيام أخرى إذن ما كان قدوش نتكلموا الآن بأنه كانوا حد نخفاض ولا نوصلنا لذلك اللي كانت تكلموا عنه بقين في القياس يعني ما مستقرة عدد المتعافين في ارتفاع فما فيش عدد متعافين لأن المتعافين هما دائما غيبقوا تابعين لعدد الناس اللي هما عرفنا عندهم هاد المشكلة ديال هاد الميكرو ديال الفيروس يعني هاد الفيروس دخل والناس خمسة وثمانية في المياه إلى أكثر كيتعافاو إذن قد ما كان العدد اللي هما تعرفون عليهم بأنهم عندهم مشكلة بالفيروس كورونا هي كل عدد اللي كيتعافاو هما كبير ما عرفين شحال العدد اللي كيدخلوا للإنعاج ما زال ما كان عرفوش بالتدقيق شحال الناس يتعافاو من الإنعاج ويمكن نرجعه في واحد العدد منحني يعني بدأوا ينقصه وتنازلي لكن ما زال ما شفناش بأنه معناش تأكيد يعني هاد الأرقام كتبقى أرقام بقى كتغير وما كتبعدش بزاف إذن بقى لك لا ديفرانس بشي كتيرا العدد اللي كيتزاد كل يوم والعدد اللي كيتشافوا عادي لأنه كيتشافوا الناس بصفة رعما عادية وكقدر الناس اللي يكونوا حتى وعرفوا بأنهم عندهم الكورونا فيروس يكونوا ما عندهم مش أعرض يخدروا من الناس اللي كانوا كونتاكت واللي عتعرفنا عليهم إذن هادوك ما عندهم مش حتى من الناس اللي يتعافوا وتعافوا حسنا الناس اللي كيتعافوا اللي مهمين هما الناس كيكون عندهم واحد حالة صحية خطيرة او لا تقريبا خطيرة يعني في العناء مركزة ولا في الانهاج وتعافوا وهدو هما الرقم اللي هي مهمة ومهمة جدا كتعطينا الصعوبة ديال هاد الفيروس بالنسبة للاشخاص وشكرا اشتركوا في القناة